تنتج هذه الثروة الغابية بجبال بلدية عين السب دائرة بن عزيز الواقع بشمال شرقي الستيف القناطير من ثمار البلوط المتناثر في كل مكان فتعرف الماشية والأبقار منه ويذهب الجزء الكبير أدراج الرياح إلا نادرا ما يصادف كمن يهتم بجمع حبات من هذه الثمار البلوط أصبح نادرا يعني مكانش لا السؤال مطروح رغم أنه يستهلك في الشتاء لا يستهلك في الشتاء لأنه مركز للطاقة ويحتوي على مادة الكرسيتين وهي مادة مهمة جدا نهيك على أن اللحافة البلوط روم ليحذد حموضة الأمعاء وحموضة الأمعاء له لأننا نأكل في الشتاء كل الحمضيات يعني الفيتامين سي اللي فيها لاسيد يعني تشينا قارس فيها لاسيد سيتريك كنأكل لاسيد سيتريك لازم يعوضوا اللحةة البلوط لهو راح يقلب المعدة قلوية وبتالي هذا توازن رباني ففي الموسم تعال خريف الشتاء والبلوط نقدر حتى نديروا به بربوشة أو ما يسمى بطعام نديروا به حتى يعني الكسراء إلى غير ذلك البلوط نوع من أنواع الثمار الجوزي والذي لم تستغني عليه العائلة الجزائرية في نظامها الغذائي أيام الأباء والأجداد ها هو اليوم بالدليل العلمي يثبت نفسه مجددا ويذهل العلماء لما فيه من شفاء الكثير من الأمراض المستعصية البلوط اللي راهو الآن أصبح ثمنتع غالي ويصدر في الدول المجورة إلا في الجزائر ويصدر إلى الخارج لأنه أصبح بمثابة الدواء لمرضة سرطان راحل إلى حين تجد ثمار البلوط من يقطفها بالجزائر وتعطيه سكا على بياض بضمان جودة أكثر الغابات المعمرة على سطح الأرض تجد أن أشقاء المغاربة استغلوا فرصة غيابنا من السوق العالمية ليحتلوا بذلك المرتبة الرابعة من حيث تصدير مشتقات البلوط بأشكالها خاصة التي تستغل كمواد أولية للصيدلة